اليوم الأحد 29 الأول أكتوبر 2022 كيف رح تكون الأبراج وأكيد رح نبلش مع برج الحمل برج الحمل اليوم ما تخلي التردد والخوف في بعدوك عن تكرار المحاولات وعن التقدم يلي أنت عم تحاول تحققه بحياتك لحظ إلى جانبك اليوم وإنت عم تكون أكتر قابلية لتحقيق النجاح من أي وقت تاني كمان من جهة تانية عم تكون العلاقات الاجتماعية جيدة بهذه الفترة على الرغم أنه الفلك عم بيحذرك شوي من أي ارتباطات جديدة أو وعود مستقبلية يمكن أنت ما تكون قادر على تحقيقها برج الثور اليوم أنت بحاجة لح تتخفف شوي من طباعك وطريق التعاملك مع الآخرين فممكن تضيع فرص من إيدك بسبب عدم قدرتك على ضبط الأعصاب والمحافظة على هدوءك بالتصرفات عاطفياً عم بتعيش نوع من المشاعر الخيالية ويلي أنت بتعرف أنه هي ما رح يكون فيه إلى نتيجة جيدة برج الجوزاء اليوم عم بتكون سهولة بالتعامل مع الناس هي من أكتر الأمور الجيدة يلي عم ترافقك بهذه الفترة في عندك الإدراع على المصالحة والتوفيق بين طرفين متخاسمين وكمان الأصدقاء والزملاء عم يكونوا متأثرين بكلامك وبآراءك وعم يستفيدوا من نصيحة عم تقدملهم عاطفياً أنت عم تشعر برغبة باستراحة من حالة المد والجزر بينك وبين الشريك يعني حالة المصالحة والزعل هيتعبت منا وعم تحاول أنك تخلص من هذه الحالة برج السرطان اليوم عم تعالج تفاصيل عائلية وشخصية وعم تحاول أنك توضع لمساتك الأخيرة على المشروع الشخصي اللي أنت عم تشتغل عليه في عندك ميول للتحرر والاستقلالية وعم تحلم بظروف أفضل وأفضل بس الوقائة عم تفرض عليك انشغالات كتيرة والتزام عم تضطر لإله خلال هذا النهار عاطفيا ما تسعى نحو الحب وما تطلب المشاعر بهذه الفترة فيمكن ما تحصل على هذا الشيء ويمكن تتفاجأ كمان بالنهاية برج الأسد اليوم رح تتاح لإلك فرصة لحتى تفتح صفحة جديدة بحياتك موقع الأمر بيكون مؤثر بشكل مباشر عليك وبيعطيك الأول معنوية اللازمة يلي بتحتاجها بهذه الفترة لحتى تتقدم بمجالات جديدة أو لحتى تجرب أمور مختلفة عن الأمور اللي جربتها بالسابق عاطفيا الشريك عم يتعب منك اليوم بسبب قوة ملاحظتك وانتقاداتك برج العذراء في الكتير من المبادرات والأعمال اللي انت عم تقوم فيها هي لحتلقي طريقة اليوم نحو النجاح على الرغم من حالة عدم التفاؤل والإحباط يلي عم يحاول بعض أنه يمدك فيه عن طريق الكلام أو انتقادات أو معلومات خاطئة هلأ خليك واسق من نفسك وكون على ثقة بأنك انت ماشي نحو أهدافك بالشكل الصحيح حتى لو كان هذا الطريق يلي انت ماشي فيه طويل أما عاطفيا فبينصحك الفلك بأنك تستخدم كلمات قليلة ولكن معبيرة برج الميزان التواصل مع الحبيب والأصدقاء وحتى التواصل مع زملاء العمل اليوم عم بيكون إيجابي كتير على الرغم من أنه انت عم تبالغ شوي بموضوع فرط شخصيتك وفرط شروطك على الآخرين بس التواصل اللي عم بيكون جيد وما حدا عم يزعل منك اليوم في كل أحوال رح تعرف شو هو التصرف الصحيح يلي لازم تقوم فيه خلال هاي الفترة وأنت عم تحاول تخفف كمان من إنفعالك وغضبك برج العقرب ممكن يحاول لبعض اليوم أنه يفرضوا شروطهم عليك أو يفرضوا واقع صعب وشروط تعجيزية بس أنت عم تحاول تتفادى المواجهة خلال هاد الوقت وعم تحاول تلتف على المشاكل كمان أنت عم تكون ميال للتخلص من القيود والالتزامات المزعجة بس الفلك ما كتير عم ينصحك اليوم على الأقل بأنك تتخلص من هاي القيود والالتزامات يمكن طور لبكرة وبعد بكرة لحتى تتاح لإلك فرص أفضل للتعبير عن نفسك برج القوس رح تعرف انطلاء مهم خلال هاد النهار وخاصة أنك بهاي الفترة عم تكون شجاع أكتر وواسق من نفسك أكتر من قبل عم تحاول اليوم كمان تحقق المزيد من النتائج الجيدة بالعمل وعبالك كمان تكون متميز عن الآخرين مثل عوايدك يعني فعم تميل أوقات للمجازفة والمغامرة ببعض الأحيان هلأ نصيحة الفلك لليوم هي أنك تعتمد التوازن والاعتدال بكل شي وما تبالغ وما تتهور برج الجدي التحالفات الجديدة اللي عم تحاول أنك تحققها خلال هاي الفترة ممكن تصطدم بوقائع مانا كتير سعيبة لازم تأجل تحقيق الرغبات الشخصية والأحلام ليوم تاني غير هاد النهار لأنه اليوم لازم تتعامل مع الواقع والواجبات والمسؤوليات بشكل كتير منطقي وعقلاني عاطفيا الفلك بيقلك أنه ما تشغل حالك بالفوضى يلي عم تصير بي علاقتك مع الشريك لأنه الأمور رح تاخد منحة إيجابة بالأيام القادمة برج الدلو رح تستفيد من قوة ومتانة العلاقات الاجتماعية بحياتك ورح تستمد الحز والنجاح من الأعمال المشتركة ومن التعاون مع الآخرين في عندك فرصة لحتى تصوب سهامك نحو الأهداف الصحيحة كمان الدعم الاجتماعي والعاطفي يلي بيوصلك اليوم رح يكون جدا مهم لإلك وخصوصا أنك اليوم عم تتأثر بالحالة المعنوية يلي عم يفرض الناس من حولك برج الحوت قدامك بعض الالتزامات والاستحقاقات الضرورية يلي ما عد فيك تتجاهل لفترة طويلة لهيك رح تنشغل فيه اليوم ورح تحاول إعطاء الحق لأصحابه في عندك دعم جيد من الأصدقاء والعائلة وفي حدا عم بيساعدك ولو بنصيحة أو بكلمة حاول تستفيد من هاي الأجواء لحتى تحقق نوع من الانسجام ونوع من التوازن يلي أنت عم تسعى لإله بحياتك نختم مع مولود اليوم مولود اليوم هو شخص عملي وواقعي ما كتير بيحب يفوت بموضوع الأحلام بس بيميل للعمل أكتر والتنفيذ الفعلي لأفكاره هلأ ممكن يكون متطلب بعض الشيء وبيزعج الآخرين بكترة أسئلته وفضوله الدائم